قبل أهنعتهم مثل يقول المعرف تدابيره حنطة تاكل شعيرة وهذا المثل إلى قصة جميلة واحد مزارع يبيع حنطة ويبيع شعير هذا الرجل مولع أن يشتري الخيول العربية العصيلة الولد جمع المحصول من الحنطة والشعير وركب وراه للموصل لقى السوق هناك موزيا راكت كاسد كساد أكو المهم باع الحنطة بيقل من السعر وينتظر يبيع الشعيرات حط الولد الفلوسي بجيبه وقبل البارات يسموها الحانات اجه قاعد شاف لواحد بيقعد عد حصان من الخيول العربية العصيلة بيش ابو فلان قاعد له بها القد طلع الحصان بسعر فلوس الحنطة قال له هاك توكل بلطين الحصان اشترى الحصان بقى عنده أمل أنه يبيع الشعير ومن الشعير يصرف ويرجع لأهله ويجيب الحصان ويرد هيتش الولد مخطط السوق قاعد الشعير ما يجيب همه الحصان مربوط قاعد يشين من الشعيرات يطيه للحصان الحصان يأكل بالشعيرات والسوق راكد تالي متالي الحصان خلص الشعيرات وهو خلص مصرف باع الحصان رجع له لكل شماكو فهذا المثل ذكرته أنه الإنسان في أي محفل بالحياة عندما لا يشتغل بتخطيط ولا يقيم النتائج ويترك كل شيء للزمن يصير مثل صاحبنا أبو حصان لأنه لا يعرف ماذا يفعل ولا يدري ماذا سيجري غدا أهمك بثل يقول حمور ياك الصفور العراق في قلب العاصفة والعراق في موقعه الجو سياسي في قلب العالم العراق طرف مؤثر في كل الأحداث بما يجري لذلك حتى تستطيع أن تشتغل بالعراق وتكون سياسيا أو قائدا أو حاكما ناجحا يجب أن تقرأ ما حولك بالداخل وبالخارج وتعرف المتغيرات الدولية ما الذي يجري تقارن هذا بذاك وأين يجب أن تكون الخطوات المقبلة نتفق مع من نقترب مع من نلعب مع من نتكتك مع من مصالحنا مع من نأخذ من هذا ونعطي ذاك كيف نرتب الأمور هذا إذا ردت أن تتجنب لعنة شعبك لأنه العراقي مزاجي العراقي ما يعجب العجب بس العراقي يمطيك روحه لما سوينا طسة حياته لما توفر له خدمة لما يشوفك التبوكة لازمة قادر لما يشوفك رجل ما تضحك عليك الزلم هيش لدناكم يا قادة العملية السياسية من 2003 لحد الآن دائما نقول لكم أرفع رأسك أنت عراقي ليش يفوت عليك الآخر الآخر ما اختبر نفسه بالمعارك مثل ما احنا اختبرنا نفسه بالمعارك والآخر ما نملك ثروات مادية وبشرية مثل ما نملك احنا والآخر ما عد موقع مثل ما أنت عدك موقع والآخر ما عد تاريخ مثل ما عدك تاريخ والآخر ما عد شعب عد قدرة على المطاولة والصبر مثل ما عدك بس انت ليش تخالفت ليش ما قدرت التركي محسن منك والإيراني محسن منك والأمريكي محسن منك والبريطاني محسن منك ليش تدنق رأسك ليش حتى تأخذ منصب مدال المنصب اللي ما يجب إرادة شعبي والما يجب إمكانيتي واللي ما أنا أشرف المنصب في يوم من الأيام والمنصب اللي يضطيني الإمكانية أنا أعيش في بيت كل عراقي تحبني الأمامة وتحبني البيبية وتحبني العجوز وصير أمل إلى الآخرين هسا هاي صور وردية أنا عدي هلوسة بيها ويمكن هناك ناس ملتني أو قامت بنيشوف صورتي ما تسمحها لأن من كثر تكرارها لكن أجد من الواجب الوطني والأخلاقي أنا أستمر بالنصح والإرشاد لست لأنني أحسن من غيري ولكنني أتشرف أنني أحمل هوية عراقية وطنية وخالصة وأؤمن بالمواطنة أكثر من وأؤمن بالحزب وأؤمن بالوطن أكثر من أؤمن بالزعيم لأن كلهم يرحون بس الوطن باقي والذي يتعلق بالوطن هو الناجح اشتركوا في القناة